أعلنت بالأمس دانا الحلاني خطوبتها من شاب يدعى ألان سعد وبالرغم من مرور سعد قليلة على إعلان الخطوبة إلا أن فارس الأغنية اللبنانية النجم عاص الحلاني تعرض لحملة هجوم قوية من قبل نشطاء التواصل الاجتماعي وده بمجرد الكشف عن هوية خطيب بنته الصغرى دانا اللي بتكرر أزمة أختها وبتختار الزواج من غير ديانتها الإسلامية وبتضع والدها اللي ما عندوش أي مانع من زواج بنته من مسيحي الديانة لانتقاضات لازعة من الجمهور في البداية أسرة الفنان عاص الحلاني بتتكون من عاص الحلاني الأب واللي اسمه في الحقيقة بيكون محمد مزيان الحلاني وتسمى عاصي نسبة لنهر العاصي وتيمونا بالفنان عاص الرحباني مسلم الديانة فالفنان عاص الحلاني بيعتنق الديانة الإسلامية وينتمي إلى الطائفة السنية ولد في عائلة مسلمة في بعلبك اللبنانية أما الأم فهي السيدة كوليت بوليس مسيحية الديانة وبقي أفراد الأسرة أولادهم ماريتا ودانا والوليد واللي المفروض بيعتنقوا الديانة الإسلامية ديانة والدهم وكانت تمت مراسم زواج الفنان عاص الحلاني من السيدة كوليت بعد قصة حب كبيرة وتحديات كتيرة وجهتها العلتين وده نظراً لاختلاف الديانات بعكس بناته اللي بيتزوجوا من مسيحيين الديانة بدون أي صعوبات أو اعتراض من والدهم عاص الحلاني فمنذ عام تقريباً تزوجت ماريتا الإبنة الكبرى للفنان عاص الحلاني من رجل الأعمال كميل أبي خليل فبالرغم من كونها مسلمة تزوجت من مسيحي وده شيء اللي خلها تعقد قرنها قبل أسبوع من حفل زفافها في دولة الإمارات بعقد زواج مدني لأن القانون اللبناني لا يعترف بالزواج المدني وقتها طلقت ماريتا العديد من الانتقاضات من قبل الجمهور حاول زواجها برجل غير ديانتها وقالت ماريتا من خلال ردها على الانتقاضات الموجهة لها هي دي تربية أهلي بحس إن كل واحد عنده الحرية إنه هو يقرر دي مش حاجة مفروضة على حد على حسب إنك بيناسبك إيه أكتر إحنا تربينا إنه نتقبل كل الناس بنحتفل بكل الأعياد والعضرة للكل للإسلام والمسيحية كل الناس بتحبها أصلاً بروح وبزور أماكن كتير وبشوف الإسلام كمان وبالأمس أعلنت دانا الحلاني الإبنى الصغرى خطوبتها من الشاب ألان سعد لبناني الجنسية ومسيح الديانة وبيبلغ من العمر 30 عام دانا بتكون الإبنى الوسطى للمطرب اللبناني عاص الحلاني فور تخرجها من الجامعة الأمريكية ببيروت سافرت لفرنسا حتى تحصل على شهادة الماجستير بالتسويق ولكنها اختارت العمل في مجال آخر وقررت إنها تعمل بمجال الطبخ ودايماً بتصور دانا فيديوهات خلال إعدادها لوصفات الطبخ وبتقوم بنشرها على حسابها إنستجرام واللي بيتابعها فيه حوالي مليون شخص وفور إعلان خبر الخطوبة شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوم كبير على الفنان عاص الحلاني بعد موافقته زواج بناته من أشخاص من غير ديانتهم شكراً للمشاهدة